اعزائي طالبات وطالبات المرحلة الاعدادية اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم اليوم هنستكمل معا ما زلنا في الوحدة الثالثة هنكمل مع بعض النهاردة نظريات نشأة المجموعة الشمسية طيب لما نقول نظريات نشأة المجموعة الشمسية طبعا انتوا بقيتوا شطاروا وفهمتوا يعني ايه كلمة نظرية بتبحث في امره معين الامر ده احنا مقدرناش نشوفه تمام فبيبقى في مشاهدات ويبقى في معلومات حاول صاحب النظرين يوصل لها وبالتالي يعني المعلومات دي ممكن تتغير وقابلة للتغيير طول الوقت طيب بالنسبة احنا درسنا حول نشأة الكون النهاردة هندرس نظريات حول نشأة المجموعة الشمسية حوالي عشرين نظرية حاولت تبحث في هذا الامر وكلهم قابلين للتغيير النهاردة هندرس ثلاث نظريات بس منهم رقم واحد نظريات السديم نظريات النجم العابر نظرية النظرية الحديثة هنبدأ مع بعض بأول نظرية نظرية السديم خلينا نبص مع بعض على الشاشة مهم جدا انك تبقى عارف العالم اللي هو يعني قام او بحث في النظرية دي ومسؤول عن النظرية دي هو العالم الفرنسي بير سيمون لابلاس سنة 1796 قام بعمل بحث بعنوان نظام العالم تضمن البحث تصوره عن كيفية نشأة المجموعة الشمسية وحيزة هذا التصور شهرة كبيرة لمدة قرن من الزمان تأثر لابلاس بمشاهدتين عند وضع النظرية السديم يا ترى ايه المشاهدتين دول؟ اول حاجة ان هو لاحظ وجود ما يشبه استحاب او استديم في الفضاء دي كانت اول جزئية هو اعتمد في كلامه في نظريةه عليه تاني حاجة احتواء الفضاء على العديد من الحلقات السحابية والستديمية تحيط ببعض الكواكب مثل كوكب زحل طيب احنا خدنا كده المشاهدات يا ترى ما هي فروض النظرية؟ اول فروض النظرية عندنا هناخد على يعني اكثر من مرحلة خلينا في اول مرحلة هو شايف ان استديم كان عبارة عن كرة غازية تمام زي ما انتوا شايفين امامكم على الشاشة نشأت المجموعة الشمسية من كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها اطلق عليها استديم تمام بمرور الزمن اللي حصل فقد استديم حرارته تدريجيا طب لما الحاجة تفقد حريطة طبيعي حصل لها ايه بقى فتقلص حجمه وازدادت سرعة دورانه حول نفسه اكتر واكتر او حول مخوره تمام؟ ايه المرحلة التانية؟ تشكل الحلقات الغازية دي تاني مرحلة جات منين الحلقات الغازية؟ نشأ عن دوران استديم حول مخوره قوة تسمى القوة التاردة المركزية التي ادت الى فقدان استديم شكله القروي واصبحت في شكل كرس مسطح دوار انفصلت اجزاء الكرس المسطح ده بتأثير القوة التاردة المركزية لانها ما زالت معنا لتكون ايه؟ حلقات غازية تدور في نفس الاتجاه كده احنا وصلنا من كرة الى كرس والكرس بقى اصبح بقى في ايه؟ حلقات تمام؟ المرحلة الثالثة تشكل المجموعة الشمسية نفسها شكلت الحلقات الغازية بعدما باردت وتجمدت كواكب المجموعة الشمسية وشكلت الكتلة الملتهبة المتبقية في المركز الشمس يبقى احنا كده اخدتوا بالكوا احنا مشينا من ايه؟ من كرة والكرة دي انفجرت وبعدين تقلصت وبعدين اخدت شكل الكرسي والكرسي بتدى يبقى فيه حلقات تمام؟ ومنه بعد كده بتدت تبرد وتتجمد تديني اشكال الكواكب المجموعة الشمسية والجزء الملتهب اللي موجود في المركز هو مين؟ برافو عليكو هو الشمس من الكلام اللي قلناه نقدر نعرف السديم ما المقصود بالسديم هو كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها وكونت المجموعة الشمسية كده نكون انتهينا من اول نظرية نظرية السديم تعالوا نتنقل مع بعض لنظرية تانية وهي نظرية النجم العابر لتشامبرلين ومولتن 1905 زي ما انتو شايفين معايا في الصورة بيقول ايه بقى هنا؟ بيقول ان المجموعة الشمسية دي كانت في الاصل عبارة عن نجم كبير واحد هو الشمس تمام؟ طب ايه فروض النظرية المرة دي؟ اقترب من الشمس نجمة اخر عملاك وسمية ايه؟ النجمة العابر جميل جداً رقم اتنين تمدد جزء كبير من الشمس المواجه للنجمة العملاك نتيجة قوة جزء النجمة العملاك للشمس واخدين بالكم المرة دي ايه؟ النجمة العملاك هو اللي حق فيه قوة جزء بينه وبين الشمس فحصل التمدد ده رقم تلاتة حدث انفجار للجزء المتمدد من الشمس يبقى نجم اقترب حصل تمدد يالي انفجار جميل فتسبب في ايه بقى؟ اول حاجة هروب الشمس من جزبية النجمة العملاك وبعدين تكون خط غازي كبير ممتد من الشمس حتى اخر الكواكب بدأ الخط الغازي ده في انه يحصل له ايه؟ تكثف بسبب قوة تجازب ثم اخذ يبرد مكوناً الكواكب السيارة ايه اخر حاجة؟ اتخذت الكواكب مداراتها حول الشمس بسبب قوة جازبية الشمس له بكده نكون انتهينا من نظرية النجم العدر معادنا دلوقتي مع اخر نظرية النظرية الحديثة للعالم الفريد هايل دي كانت سنة كام؟ 1944 ميلادين بنية النظرية على اساس المرة دي بقى مش موضوع كرة غازية وانفجرت او نجم اقترب من الشمس لا المرة دي ظاهرة فلكية بتحدث في الفضاء بتسمى ظاهرة انفجار النجوم ايه موضوع ظاهرة انفجار النجوم؟ دي يعني ظاهرة هتلاقوا نفسوكو انتو نفسوكو وتاخدوا بالكو منها انا نجماً ما يتوهج لمدة قصيرة ويشاهد احياناً ليصبح من قلمع النجوم السماء ساعة انت لما تيجي تنظر للسماء كده يعني في وقت يكون ليل وتشوف النجوم كلها وغدها كلها يعني لمع واحدة وتلاحظ ان فيه نجم واحد متوهج جداً وبيلمع يعني بشكل ملحوظ يا ترى ايه سببها؟ سببها لم يكن معروفاً حتى الان لكن هو فيه بحث حوالين الجزئية دي اللي هي ظاهرة انفجار النجوم توهج نجم ما لمدة قصيرة ليصبح من قلمع نجوم السماء ثم يختفي توهجه تدريجياً ليعود ما كان عليه سابقاً ايه سبب الحدوث التواهج ده؟ بيقول ان فيه حدوث تفاعلات نووية عنيفة جداً بتحدث فجأة داخل النجم تؤدي الى انفجاره وبعدين اللي بيحصل يقذف هذا النجم كميات كبيرة من المواد الغازية نتيجة هذا الانفجار زي ما انتوا شايفين في الصورة كده فيزداد حجمه ويزداد لمعينه عندما تبرد الغازات المطروضة يختفي توهج النجم ويعود لمعينه إلى مكان عليه يعني خلاصة الكلام ان النجم ده يعني ينفجر فجأة ويغذف كل ما بداخله خلاص نتيجة تفاعلات نوية عنيفة وبعدين يبتدي يرجع تاني يهدى تاني فيرجع لوضعه الطبيعي وشكله الطبيعي ما هي فروض النظرية الحديثة للعالم فريد هايل؟ استغل فريد هايل ظاهرة انفجار النجوم ليضع مجموعة من الفروض على نشأة المجموعة الشمسية بيقول ايه بقى؟ بيقول ان اصل المجموعة الشمسية النجم ما اخر غير الشمس طب جي منين النجم ده؟ بيقول ان كان هناك نجم يدور بالقرب من الشمس قدت تفاعلات نوية ضخمة داخل هذا النجم للانفجار قدت قوة الانفجار الى طرد نواة هذا النجم بعيدا عن جاذبية الشمس تبقت تحابة من المواد الغازية حول الشمس ثم اتعرضت لعمليات تبريد وان كماش مكونة المجموعة السيارة وبعدين دارت الكواكب في مدارات ثابتة حول الشمس نتيجة قوة جذب الشمس ما زي ما حضراتكو شايفين معايا خلال الصور واضحة جدا ابتدت تبرد طبعا وابتدت تديني الكواكب في مدارات ثابتة بتدور حول الشمس بقوة جذب الشمس ليها كده نكوني انتهينا من ثلاث نظريات اللي بتبحث في نشأة المجموعة الشمسية تعالوا دلوقتي مع بعض نيني لعلى الجزئية كمان اللي هي التلسكوب او المكراب الشمسي ايه تلسكوب او مكراب شمسي؟ بصوا الصورة اللي قدامكو دي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن معدات خاصة مرتكزة على الارض او محمولة في الفضاء طب ايه مهمتها الاساسية؟ هي دراسة الشمس تقولي تدرس الشمس ازاي ده؟ يستخدم الفلكيون التلسكوب الشمسي عند دراسة الشمس حظى الفلكيون على معظم المعلومات عن الشمس من دراسة اطيافها طب احنا عشان ندرس الشمس هنرس الاطياف المختلفة بتاعتها تمام؟ انتو عارفين هي عبارة عن كتلة اصلا متوهجة تمام؟ يتكون المكراب الشمسي من ثلاث مرايا ومتياف يعمل هذا النوع من التلسكوبات كالادي يعمل ازاي بقى؟ رقم واحد انه بيظهر المتياف الاطوال الموجية المختلفة الصادرة من الشمس دي اول جزئي رقم اتنين تتكون صورة الشمس في غرفة المراقبة حيث يستطيع الفلكيون دراسة اطياف ايه اهمية تلسكوب الشمسي في رأيكم؟ تكوين صورة كاملة للشمس لسهولة دراستها كده نكون خلصنا وشايفين الصورة قدامكم هو ده شكل التلسكوب او المكراب الشمس حلو قوي طيب هناخد ايه مع بعض دلوقتي؟ التلسكوبات الفضائية ايه تلسكوبات الفضائية؟ زي ما احنا شايفين قدامنا التلسكوب الفضائي بيتم اطلاقه في الفضاء ليدور في مدارات حول الارض ايه مميزات التلسكوب الفضائي؟ رقم واحد انه بيكون صورة اكثر وضوحا للاجرام السماوي وده اللي عن طريقه قدرنا يعني نوصف الاجرام السماوية المختلفة اللي درسنا كتير منه يستطيع التقاط الاشعاعات التي لا يمكنها اختراق الغلاف الجوي للارض فيه اشعاعات مش بتقدر تختارق الغلاف الجوي بنقدر نعرفه عن طريق مين التلسكوب الفضائي؟ التلسكوب الفضائي هابل اطلق تلسكوب هابل الفضائي في نيسان اللي هو شهر ابريل يعني عام 1990 ليدور حول الارض على ارتفاع 500 كيلو متر يقوم على سيانة تلسكوب هابل دوريا في الفضاء رواد من المكوك الفضائي وزي ما احنا شايفين صورته امامنا على الشاشة ما هي اهمية التلسكوب الفضائي هابل؟ يجمع من موقعه صورا للكون يرجع عمرها الى ملايين سنين تتيح للفلاكين فرصة الاطلاع على الكون بعد الانفجار العظيم ودي حاجة يعني صروة يعني مهمة جدا وكبيرة جدا طب لو سألنا سؤال سريع كده علل تفضل التلسكوبات الفضائية عن التلسكوبات الارضية تمام لانها تكون صورا اكثر وضوحا للاجرام السماوية ده استطيع التقاط ايضا الاشعاعات التي لا يمكنها اختراق الغلاف الجو طيب نحل كم سؤال كده سريعا نأكد فهمنا ده علامة صح او خطأ يقع النظام الشمسي في مجرد ضرب التبانة اجابة؟ برافو اجابة صحيحة تكون الكون من تلاحم جسيمات الاكسوجين والنيتروجين برافو اجابة خاطئة اكيد التصحيح الهايدروجين والهليوم رقم ثلاثة النظام الشمسي يحتوي على العديد من النجوم اكيد اجابة خاطئة لان هو نجم واحد نجم الشمس جميل جدا طيب اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الاتين رقم واحد يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات باترى مين ده؟ برافو الكون رقم اتنين مجرد تحتوي الشمس والنجوم التي نراها في السماء ليلا ممتاز مجرد ضرب التبانة رقم ثلاثة تقع في احدى الازرع الحلزونية لمجرد ضرب التبانة ممتاز المجموعة الشمسية الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقاتنا اليوم اتمنى تكونوا استفدتم استمتعت جدا معيكم كان معكم نيرمين نادي اخصائي تنمية مهنية مستمرة بالوزارة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة